في إطار سعي سموه الدائم والحثيث لرفض المؤسسات الأكاديمية في إمارة الشارقة بمختلف الاتفاقيات الدولية الهامة شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة في مكتب سموه بالجامعة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجامعة لوبيك الألمانية الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور حميد مجهول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور جابريال جيلسون رئيسة جامعة لوبيك الألمانية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في العديد من المجالات والبرامج العلمية والأكاديمية وبحسب الاتفاقية سيستمر طرح برنامج الدكتوراء المشترك بين جامعة الشارقة وجامعة لوبيك في التخصصات الطبية كما حددت الاتفاقية الشروط العامة للقبول في البرنامج التأهلي للدكتوراء ومتطلبات الالتحاق الخاصة به ووفقا للاتفاقية تم تحديد قواعد وإجراءات تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بين الجامعتين والعمل على إجراء أبحاث علمية مشتركة تتعلق بالأمراض المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى زيادة عدد الطلبة في برنامج الدكتوراء المشترك وعلى هامشي الاتفاقية بحث صاحب السمو حاكم الشارقة مع وفد جامعة لوبيك الألمانية الذي يشارك جامعة الشارقة في تنظيم المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان عددا من المواضيع المشتركة في الشؤون العلمية والأكاديمية في مجالات العلوم الطبية والبحثية التي من شأنها تعزيز الصحة وإيجاد العلاجات الحديثة لمختلف الأمراض وتأهيل الكوادر الطبية كما تبادل سمو في نهاية اللقاء الدروعة التذكارية مع الوفد الألماني وضيوف المؤتمر مثنيا على جهودهم في تعزيز التعاون العلمي وتنظيم المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان